الجميع يتحدث والجميع يتكهن ولكن هناك محاولات بعض المحاولات الجادة للحصول على القائمة التي يدرسها أو تدرسها قيادة الأركان الإسرائيلية من أجل الضرب والرد على الهجمات الإيرانية على إسرائيل قناة سيانا الأمريكية اتصلت بخبراء والذين بدورهم استعانوا بمصادر معلومات موثوقة من إدارة نتنياهو والتي قامت بتحديد قائمة مرتقب أن يتم استهدافها خلال الهجوم الإسرائيلي المقبل بطبيعة الحال إسرائيل قسمت الأهداف إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ويتعلق بمنصات أو الأماكن التي انطلقت منها الصواريخ نحو إسرائيل هنا رد انتقامي مباشر بطبيعة الحال إيران أطلقت 180 صاروخا على إسرائيل وهي في غالبها أطلقت من موقع آراك لإطلاق السواريخ وأضافة إلى قاعدة أخرى في خرم أباد وأيضا في قرب مصنع شراز للصواريخ هذه المواقع ستكون أول من سيتعرض لضربة إسرائيلية بمجرد إطلاقها هناك أيضا قسم ثاني ويتعلق بمصانع إنتاج الصواريخ الإيرانية وهذا ربما يهدف إلى الحد من قدرات إيران على تعويض مخزونها الصاروخي وبالتالي القدرة على شن هجمات صاروخية أخرى والحديث هنا عن مصنع أصفهان للصواريخ ومصنع شراز للصواريخ أيضا وهي تقع جنوبي إيران إضافة إلى ذلك تفكر إدارة أو حكومة نتنياهو بإصابة أو بالضرر أو إلحاق الضرر بمواقع أو مراكز مخصصة لتطوير تكنولوجيا الفضاء في إيران والحديث هنا عن مركز شهرود للفضاء وهو مركز فضاء مخصص لتطوير الأقمار الصناعية المخصصة للأغراض العسكرية إضافة إلى مركز الخميني للفضاء وهو المركز الرئيسي لأبحاث الفضاء وإطلاق الأقمار الصناعية من إيران وهو يطلق أقمار صناعية مخصصة للاستخدامات المدنية إذن قائمة واسعة تحت الدراسة في إسرائيل إضافة إلى أن إسرائيل أيضا لم تقدم أي ضمنات حسب نفس المصادر بعدم استهداف المواقع النووية ولا حتى المواقع المتعلقة باستخراج النفط أو بتكريره أو حتى بتصديره إذن القائمة موسعة والترقب لا يزال كبيرا